اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وبحكي امتى الفترات الجيدة امتى الفترات السلبية ايش اكثر اشي جيد ايش اكثر اشي سلبي طول الشهر والتوريخ اللي انا بحذرك منها بالنسبة لتوقعتنا هذا الشهر يا برج العذراء هذا الشهر في نوع من انواع المكاسب المالية بتعود لك يا من تعويض او من شراكة او من جهة قانونية ولكن بالمقابل رح يضغطك في مجالات رح يكون لك مكاسب في مكان العمل او في مجال العمل ولكن رح يضغطك في المؤسسات الكبيرة يعني اللي بشتغلوا في المؤسسات الكبيرة بدهم يديروا بالهم بتعاملهم وعلاقاتهم مع الزملاء او بدهم يديروا بالهم على وضعهم الصحي وخصوصا منطقة اسفل الظهر من الاصابات يعني بدهم يديروا بالهم من رفع اوزان ثقيلة عن الارض رح يكون في انفراجات كثيرة ومريحة اكثر من الشهر الماضي وكثير من الضغوط والعوائق بتخف عنك بشكل تدريجي بتطلع عشان تسترجع اللي راح منك او تعوض اللي خسرته او اي تأخير او فشل تعرضت له تعرف كيف تعالج كل هاي المسائل اهمش انك ما تسمح لك برياءك بعمل المشاكل وبتعقيدها ابحث عن الحلول اللي بترضي الطرفين يرّب وجهات النظر ولطف الاجواء ممكن تنشغل بملف اداري او استشفائي رح يطلب منك بعض الاهتمام الخاص كموضوع ارث او قرض او مشروع تمويل او التخلص من اقصاط او الفواتير المتراكمة رح تتميز كمان انك رح تعطي اهتماماتك الشخصية وارتباطاتك العاطفية والعامة وقت اضافي اما بعد 19 الشهر فترة احسن لسه من بداية الشهر رح يكون في نوع من انواع الحضوظ الوفيرة الفرص الممتازة لازم تتحرك عشان تستفيد من اكبر قدر ممكن من النجاح والمكاسب خلال هذا الشهر وممكن يكون في صفر او هجرة بس اهم شيء ما انك ما تتذمر من المسؤوليات الجديدة او اللي رح تكون على كتافك خلال هذا الشهر لانها هاي المسؤوليات هي انها رح ترفعك لاعلى القمم والنجاح والازدهار او انه اذا انت قصارت فيها بتنقلب المعطيات ضدك فخلي المعطيات تنقلب معك واهتم فيها نصيحتي اما بالنسبة للبيوت والتوقعات للخارطة الفلكية لموليد برج العذراء يعني انا بلاحظ عندك دعم انت تقريبا في خمسة ستة سبع بيوت من اصل اثنى عشر بيت بدعمنك بقوة فعشان هيك منلاقي البيت الاول بيت الشخصية قوي جدا بدعمك على المستوى الشخصي والنفسي لدرجة انه عندك ثقة في حالك عالية جدا بتكون هذا الشهر بتحقق من خلالها كثير من الانجازات لانه اذا ما كنت مشحون بطاقة عالية جدا يعني بصعب عليك ان عمل اي شيء فهذا الشهر بدعمك بقوة وخصوصا انه شخصيتك رح تكون مميز كثير اما بالنسبة للبيت الثاني فرح اقولك انه في فرص مالية خلال هذا الشهر قوية جدا رح تجيك يعني لدرجة انه بس انه اتحرك اتحرك عشان تحصل على هذا المال هذا اللي انا بقدر اقولك الفرص هاي رح تكون يعني خصوصا للي بيشتغلوا في السفقات التجارية للي بيشتغلوا في امور المضاربات المالية للي بيشتغلوا في الاعمال الاضافية في الاعمال الحرة هدولة كلياتهم عندهم فرص قوية خلال هذا الشهر للحصول على المال ولكن حاول انك تقلل من مصريفك عشان ما تنضغط بالالتزامات اللي رح تتراكم عليك اما بالنسبة للبيت الثالث فانا بقول لك برضو هذا الشهر عندك كثير من التنقلات عندك كثير من الاتصالات عندك كثير من السفريات القصيرة الداخلية ممكن من خلالها تحقق انجازات عالية جدا اللي بيشتغلوا في المجالات اللي لها علاقة بالاتصالات والمواصلات هذولا رح يكونوا مميزين خلال هذا الشهر ورح يحققوا نتائج عالية جدا يعني اللي بيشتغلوا بالسيارات بتجارة السيارات او بالميكانيك او بالشغلات هاي هذولا كلهم بينجزوا انجازات رائعة جدا خلال هذا الشهر ويحققوا انجازات رائعة اللي بيشتغلوا بالهواتف او بيع الهواتف او الجوالات او اجهزة الكمبيوتر نفس الاشي برضو بيستفيدوا بشكل قوي جدا بنقاشاتهم بالتسويق برضو رائعة جدا عندهم قدرة على الاقناع عالية جدا رح تكون خلال هذا الشهر اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف انه ايجابي وقوي جدا بيدعمك على مستوى البيت برجع حضوتك وحضورك داخل البيت بيخلي اليك مكاني عالي جدا داخل البيت بتواصلك مع اخوتك وجيرانك وأسرتك يعني اقاربك ممكن حتى على مستوى بيتك ممكن انك تهتم اما بمنازل جديدة او بمنزل جديد او بترحل بيت جديد او بتشتري بيت جديد او ممكن صيانة او اثاثة جديد يعني كلها ايجابيات على مستوى البيت في امور كلها رح تكون لصالحك حاول انك انت تستغلها بالشكل الايجابي وخصوصا اول عشرين يوم قوتها اما بالنسبة للبيت الخامس فانا بقول لك ما بقدر انا اجام لك يعني وضع البيت الخامس صعب جدا فعشان هيك وضعك العاطفي صعب جدا هذا الشهر ممكن تدخل بخلافات وصدامات لدرجة انك انت ما بتتخيلها عشان هيك بدك تكون جاهز ومستعد وتغطي الثغرات اللي ممكن تعملك مشاكل مع الحبيب ممكن تخسر علاقة خلال هذا الشهر اذا اهملتها حاول ما تدخل بمشاحنات مع الحبيب برضو يعني بدك تنتبه كمان ما تغامر بالحضوظ نهائيا يعني انت بدك تتعب عشان تحصل فعشان هيك الحظ ما رح يلعب معك دور كبير اما بالنسبة للبيت السادس فانا بقول لك ايجابي جدا ودعمك بشكل قوي جدا لدرجة انه بتقدر تنجز كثير من الاعمال خلال هذا الشهر يعني خلال اول اثنين وعشرين يوم نقوم نقول انك بتنجز اعمال كثير لدرجة انه انت بس يعطوك شغل وانت بتقدر تنجزه عندك قدرة على اجراء اي تعديل بالطلب اه الا علاقة بعملك ممكن انت اه تشتغل في اي مجال حتى لو بتشتغل في المجالات الصحية بتقدر تفرض حالك ولكن المشكلة رح تصير انه في اخر اسبوع انه انت رح تنضغط لدرجة انه انت رح يصير في تراكمات في العمل ما رح تقدر تنجزها في منك رح يترقى بعمله في منك ممكن ينتقل على عملي جديد في ممكن تجيك فرص للعمل قوية جدا خلال هذا الشهر عشان هيك يحاول انك تستغل كل فرصة بتجيك وتدرسها بسرعة عشان تقدر تحقق من خلالها انجزت اما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكي المالية والعاطفية فانا شايف انه روتيني تتعامل بروتين عادي ما بينك و بين الشركاء ما بدنا نقول فيه حدية في التعامل ولكن فيه نوع من انواع الروتين او الاقاع الرتيب في التعامل مع شريكك بالمال والعاطفية يعني زوج او زوجي او شريكك اذا كان فيه شركة بينك و بين شخص فعشان هيك منقول بتتعامل بنوع من انواع الروتين لا هي قوة حضوض رح تكون ولا فيها ايجابيات عالية وبرضو ما رح يكون فيها سلبيات عالية اما بالنسبة للبيت الثامن فانا شايف انه نفس الشيء اذا بتعول على انه تجيك اموال نوع من انواع الدعم الخارجي فانا بقول لك انسى الموضوع يعني ما رح تجيك بالقوة اللي انت بتتخيلها بالعكس يمكن تجيك بشكل متقطع او في ايام معينة ممكن تحصل عليها ولكن انه في الشهر هذا اجي اقول لك والله الفترة الفلانية ممتازة على هذا المستوى بكون مكذب عليك حاول انك انت بما انه هذا الشهر رح يكون على البيت الثامن بهاي الطريقة حاول انك انت تستثمر مالك على اساس انه لو انضغطت تكون انت مستعد لهذا الموضوع مش انه يجيك فجأة فيصير عليك مطالبات مالية وما تقدر انت تستو فيها اما بالنسبة للبيت التاسع فانا شايف انه امور الها علاقة بالسفر او الها علاقة بالامتحانات او الها علاقة بالدراسة او الها علاقة بالقضايا القضائية يعني شايف انا في فرص ولكن اذا استغلتها بشكل ايجابي لانه اول اسبوع تقريبا او اول عشر ايام هي فارغة من الحضوض وهاي بتخدع بتخليك تتهاون شوي على هاي المستويات اللي انا ذكرتها بعدين بتجيك يعني بتلزمك في اشياء بتلاقي حالك ضعت اذا ما انتبهت لها فعشان هيك اذا عندك قضايا قضائية بدك ترتب اوراقك وتستعد بشكل جيد وتسكر كل المطالبات عليك بالقضايا عشان تصير القضية لصالحك ولكن اذا ما عملت هذا الشيء قطعا ما راح تكون القضية لصالحك حاول انك انت تكون جاهز بشكل واضح اذا كان عندك امتحنات بدك تدرس وتستعد قبل ما ييجي موعد الامتحان عشان اذا دخلت على الامتحان تواجه الامتحان بقوة حتى لو صار فيه تغييرات ماشي فيه ايجابية بتدعمك على مستوى الامتحانات والدراسة والسفر ولكن برضو انت بدك تكون مستعد لهاي الامور وتكتسبها يعني مش انك وانا بدناش نعتمد على الحضوض ما في حضوض يعني فانا بدل لك كيف انت تكتسب هاي الامور وامتى تكتسبها ماشي فيه فرص قوية ولكن حاول انك انت تكون جاهز لها اما بالنسبة للبيت العاشر ففيه اشخاص منكو ممكن انه يترقى في عمله وممكن ينطرح عليه عقدي جديد او شغلي جديد مع المؤسسات الكبيرة طبعا هذا بيبين معك اول ست ايام وبيبين معك تقريبا بالاسبوع الثالث ممكن تكون الصورة اوضح لهذا الموضوع اما بالنسبة على مستوى عملك اذا انت بتعمل في هاي المؤسسات فهو قوي جدا بتقدر تثبت حالك وممكن يجيك ترقية او ترفيع او شهادة شكر او اطراء او ثناء على الانجازات اللي انت بتعملها الاشي اللي رح يكون فعال عندك خلال هذا الشهر اللي هي العلاقات الاجتماعية فيه اصدقاء جديد رح يدخلوا حياتك فيه علاقات جديدة رح تدخل حياتك رح تستفيد من العلاقات اللي انت بتعرفها ممكن تستخدمها في امور معينة ممكن تلجع لها لحل مشاكل معينة بتحل لك اياها وخصوصا اللي هي اول 21 يوم من هذا الشهر بدعموك بشكل قوي جدا وبكون عندك نشاطات كبيرة لها علاقة بالعلاقات العامة اما اخر اسبوع فبصير ضغط عليك في هذا البيت فعشانك ممكن تخسر علاقة ممكن تكتشف علاقة انها كانت تخدعك شخص من الاصدقاء كان يخدعك ممكن انه صداقة كانت متقمسة قناع الصداقة ولكن بالواقع هم يضحك عليك او بغشك او بستغلك رح تنكشف الامور كلها في اخر اسبوع حاول تكون مستعد وما تنصدم ما تنصدم من النتيجة يعني اما بالنسبة لبيت متاعبك فانا شايف انه مش ضغط عليك بشكل فعلي قوي او متواصل رح يجي بشكل تقلبات فعشان هيك بتراعي وضعك الصحي بتراقب وضعك الصحي راقب غذائك راقب اسلوب التغذية تبعك اذا حسيت باعراض جانبية تستدعي انه مراجعة الطبيب راجع الطبيب وما تتأخر خصوصا اللي عندهم امراض مزمنة رح يكون في كثير من النشاطات لها علاقة بزيارة للمؤسسات الكبيرة مثل سجون او مستشفيات زيارة اشخاص مش انتطرف فيها انتطرف انه هو قريب عليك او بعز عليك هذا الشخص هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الشهر والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء